مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بداية متميزة المنتخب في تصفيات الكلام 6 تعنيقات في أول جزء مقابلات ظهلين فمش بداية أحسن من هك مرحبا بداية جيدة جدا مش على مستوى اللتيجة فقط بل حتى على مستوى الأداة نقول انه ممكن حتى الأداة طمن بعضة وانسا طمن المتابعين ومعناها حباء المنتخب طمن حتى ما تشترى الميكال اللي قبل كونت الكامرون هو تقريبا تأكيد مواصلة مباراة الكامرون تحيح معناها عطينا من هلانه بعد الكامرون نجمو نعمل نوصلوا اللي وسنالو قدمنا مستوى محترم ما نحاولش بشو نكبر المستوى انه ضد ليبيا ولا ضد الكامرون لكن قدمنا مستوى يليق بمتخب وقادرين انه نقدموا مستوى أحسن صحيح انه اعطينا بعض المؤشرات الجيدة لكن ايضا لازم واحد يغضر للنص الاخر متاع متاع الكاس انه وقعنا في أخطاء وقدرين انه بالعمل وبالوقت نتحسنوا فيها جسمو هاذا يكون تتحكيلي فيه في الأور فقد كنا بمكم في كونت فرحان شوية قدرين قادرين زيدون تحسنوا ما زيدنا زيدون تحسنوا ما زيدنا زيدون تحسنوا ما نخفوش خطر صحيح بوادر طيبة لكن في الكورة كل شي معناها ما هوش سيري اذا متحاولش بش دعم الموجوده وتصلح الاخطاء اللي قعنا فيها نجم اقول لك الاخطاء علش ضد الكامرونضة يعنا شوت كامل ضد ليبيا شوت ضد غينية شوت باما متحب فيقي في الشوت ياد مباراة تسعين دقيقة نجم في الشوت الاول لقدر الله تخسر وعني حتى تقوم الاتفيق في الشوت الثاني ممكن ما تقدرش باش تقلب مباراة هو ذا اللي خلين ديما نكونوا صارمين ولا نكونوا ننقدوا روح نقبل ما يقضون العباد بامكاننا انو نتحسن وحتى على مستوى صناعة اللعب على مستوى التجسيم على مستوى الروح وانه كانت موجودة بصيفة واضحة لكن بيمكن ان نتحسن فيها صحيح بي بش نبدأ نحكي بكثر تفاصيل على مقابلات المتخب نبدأ نحب نبدأ نحكي من القائمة من المتخب ذهل كما كل القائمة تعمل لابدها باش تخلي وراها ردود أفعال بي اكثر اغلب ردود الأفعال جيت حاول الجارديان من تلك اللي وبعاتف الدخيل ذهل بالأرقام أحسن جارديان في البطولة قابل هدف وحيد على اساس شنوقت انتو ما اخترت لهذا ثلاثة حراسنت على المتخب بل بولي بن مصطفى دحمين ومعز بن جريفين هو عاطف تخي في بلس شكومة السيعة والحال شون بش يتذيف عاطف تخيل لو يكون تروازيهم عاطف تخيل الحارس النادي الافريقي ولانه بمعناها بش يتذيف لو لو يكون في القائمة بالاحترام فيه بالعكس أقامه ما قلنش خايبة وكان موجود معانا في المتخب كان موجود معانا في المتخب في الدوستاج الاخرانيين كان مجيب في الرسم بل مول كله معانا هذي يثبت انو عنا ثقة فيه اختيار كان على بن مصطفى هو وبن شريفين معاناها من معاناها الظاهرين لول وثاهم علوفين الثالث قولوا احنا ديما نخمو على قدام خمو على المستقبل انتنا نخمو على المستقبل حراسة المرمى دحمان حارز ايضا ممتاز ما لحد شيء قاعد يلعب ايضا وللمستقبل معانا كين نحطوا آآ عام ونص قدام ان شاء الله كان احنا موجودين شكون يكون نورمال مو موجود في المنتخب نقود احمان من ضمن الحراسة هم مازالوا صغار حتى عام ونص قدامي ما يكملوا بن مصطفى بن شريفية ودخيلة احنا نقولوا مازالوا صغار احنا نحضروا للحراس معد عامين بعد تحاول انك مش مربوطة بالاسماء الانديا واسماء الانديا احنا مربوطة ايضا برؤية الاتار الفني في للمستقبل مش معانا انه ممكن عاطف ما يكونش موجود او تقليل من قيد عاطف بالعكس عاطف اذا موجود في المنتخب او في الدائرة الموسعة المنتخب انتو ما رجعتو او ذلك هو مكانش في المنتخب اي عنا ثقافي معانا مش ممكن العبيد هكي هو قايمة تخليف جدال دورا لا 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 قايمة لا 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 ممكن لان جوالة الكلوب خطي الكلوب متعودة انتعطيل للمنتخب اللاعبين ديما موجودة لكن للأسف حاليا ما فهماش عاطف ينش ميكون موجود معانا معانا الاختيار كان على على دحمان او عاطف اختنا دحمان ممكن ما رجعين اختاروا عاطف لكن باستثناء هذا ما فهماش حد توا في اللحظة الحالية احنا نتكلموا على منتخب ايو واجه في يدخل في في مباراة دولية رسمية تصفيات كاسف افريقيا معنا ماش وقتا فالكلوب مفهم حتى حد يستحق يكون موجود فهم حاليا حاليا مفهم حتى حد شماخي شماخي مثلا شماخي حاليا في في قد شعب شماخي من من بجي سؤال متاعي انا وقت اللي مالعبش كذلك عمل ايسابة وقد وجدت له الدعوة وقت اللي بدا يلعب ومساجل وواجهنا له اللعبة وقت اللي كان مصاب ولعب اه عشرين وخمس وعشرين دقيقة كنا محتاجين مهاجم مباراة ليبيا على العودة في اه في المغرب في الشان وقلنا انو نحافظوا عليه لو كن محتاجين المهاجم لقدر كنا نكونوا خاصين نستعملوه الا باشرين او خمس وعشرين دقيقة هذا بالتنسيق مع الايطار الفني للنادي الافريقي بتباعة الحال لكن ديما خلينا مصلحة الملاعبة اكثر وقت اللي محتاجنا لهوش ما قلناش ايجا خلينا نحطوه يلعب بالعكس اه خذاء العلاج اللي ممكن من احسن المعنى العلاج اللي كان موجود اه تأهيل متاعه كان في المنتخب بصيفة جيدة وهذا اللي خلى الملاعب يرجع من المنتخب يكون حتى في جهازه احسن وبالتالي ما كانش معناها فما اشكال وبعدنا وقت اللي نقوله شان ولا منتخب اول نحاولوا انه تكون الاختيارات موضوعية بمعقولة انه شكون يتعدق بالشكون مش شكون احسن مشكون في اللحظة الحالية رينا انه من الاصلح انه نعيته للتلات عشر المائة اللي شفتهم موجودين اكثر من موجود الشميخي شميخي قلت لي غاب سليتيك اه كان موجود الشميخي معناها كان موجود قريب برشا وكنا لو احتاجنا لو في مبارة ليبيا او مراتغين الاستيواية كان ممكن يشارك انت حكيت عشان اه ما نحكيش على قيمة اللاعبين اه ما نحكيت على جاهزية في اللحظة الحالية خطر في اللاعبين في النادي الافريقي فما لاعبين قادرين لكن في اللحظة الحالية ما هو مجهزي سهل ياسر با كون قادرين مثلا بخلاف الشميخي ودخيل اه الصالحي قادر انه النادي الافريقي شكوين صالح اللاعب النادي الافريقي في الاولمبي جاء معنا للمنتخب اه تقصد وجدي الساحل وجدي الساحل سمعني اه بي خطك اه العقربي ناجم يكون موجود غازي العادي ناجم يكون موجود لكن مهمة مطالبين انه نرفعوا من مستويهم مش احنا عيتولهم على خطر ما يلعبوا في النادل الافريقي. ام. اتنجل ما تكون تلعب في النادل الافريقي ما عندكش مستوى منتخب. سمحني معنا ممكن ماذا هليش كان اللي يسمعوا فيها مش يكونوا كلبسية اكثر منيان. مستاحي. لكن اذا تستهل تلعب في الكيب ناسونال برحبا بيك. اذا ما تستهلش مش خطر زي النادل الافريقي. انك يجب تدخل النادل المنتخب. موش صحيحة. خلينا نصح برشة حاجات خطر برشة عباد ممكن. ما فهم جواره في الكلوب يقبل عروحه انه عيتوله اللي كي بنسونا على خطر جس سالة في الكلوب مش على خطر امكانياته. احنا في الكلوب بتعودناش على الشيادية. نمشي للمنتخب بذرعنا. مش خطرنا رعبه في جمعية كبيرة بنمشي وبذرعنا. تشاطر ناشي رايك فما من احباء الكلوب فما كلي هيك يحسوا ظلم شوية من لعبيتهم في المنتخب. فهان خرطة تاريخيا مثالا ابوبكر الزيتوني فوزي رويسي. فوزي ليسي عبب كان نجب في المنتخب. ابوبكر الزيتوني مثال جمال ليسي كيفك Łukowi مكبروش حظهم كم يلزن في المنتخب. إذا ابوبكر الزيتوني ما اخداش حظه في 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 المنتخب ووقتش مييجي سيخksom preference مو ابوبكرا الزيتوني العب بالتصفية كاس العالم الكل. بد이어 يعبيد ج Lecture على كلمة finalement كanzi zaten. بوبكرا الزيتوني كان من احسن الحراس في فيها فما فما واحد تظلم ورثني تظلمه وكل واحد يحس روحه وكل جميع تحس روحه وملاعبيتها تظلمت لكننا احنا في الكلاب ولواني نستعمل كلمة احنا ما تجلب ما تستعملها اي شخص عائلتها اي شخص ما 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 يشرفناش انا مشيول المنتخب على خطلنا نعب في ندليفريقيا شرفنا ان مشيول المنتخب خطلنا لعبين جيدين وقادرين انوا مفيدوا المنتخب اللي مناحبه اي شخص صحيح اه اه عودة اي من عبدالنور كان طلب من السفة تكنيك? طلب من السفة تكنيك بتبقيت اللحال شو طلب السفة تكنيك? كان اختيار بتبقيت الحال من السف تكنيك بتبقيت الحال. بعيد على المنتخبها notCare. انا احنا كانوا وقت اللي انتخلنا اي منظر اي اخ combines worth anduti انتخلفناق أي لاعب يحمل الجلسية التنسية قادر انو ال ali match m true. قادر انو موجود فيتين في المنتخب التونسي مهم ما كان اسمه ومهم كان عمره يستهل على في المتخب ويكون موجود يكون موجود. فمش فيتو على حتى ملاعب. حتى ملاعب. بثلاً حمد الحرباوي. حمد الحرباوي. فمحتى فيتو عليه. اختيار فني بحث. حمد الحرباوي يظل نغزر قدام. انا بذلاً حب نغزر قدام شوية. بعض عامين يكون موجود حمد الحرباوي في السن اللي هو فيه رغم انه يقدم مستوات كبيرة. ورغم انه متألق في قاطرة. وعمل ايه الكيفكي في بلجيك. ايه ما اقول نش لي. هننتكلمنا على تاو. كلمنا على التاو. وفي الاختيارات ما تكونش كان لانه متقلق ومش متقلق. انتي تلوج على اه يعني توظيف او توليفه للمنتخب تلقى فيها بتاع منتخب تونسي بتاع الجمهور اللي حبه المتفرج التونسي. تونسي حبك التفرج في المنتخب يلقى روحه يشوف روحه. يظلي بالمبارتين يتعداه بكل طوالة. ممكن تلقى نوعا ما شوية تونسي رجع والله شايخين على ولاد عاملين والله يبقى ريسيف ومرجال ودرا شنين. هذي هذي بداية ما نقولاش عنا هذي ما زلنا نخدمه. طو ما زلنا ربي العمل عليك. بداية لكن يزم يدخل في في تفكير كل ملاعب يلبس مريول المنتخب انه المنتخب اكبر من الجميع. فماش. آآ بي نوصل مع ملاعبية الدفاع ديلان برون آآ صارت المشكلة عليه ما يوقعش الاستدعاء. آآ شنون نحكيه بضبطه. والله يعنا يزي من نذكره ديلان برون من احسن لعبين. آآ من احسن لعبين. آآ من احسن لعبين انضيبات وكان في كل مرة يكون موجود كان يعطي كل ما عندو. ما عندوش حتى سوابق معناها قلة احترام للمنتخب بالعكس كان كل ما يجي المنتخب يكون. استاجلي فات كان مضروب ذالي وكان ما وجاء. وعب وشارك ورغم معنا ما كان كان انسان بروفيسيونال ويكزمبلير ويعطي لحق واحد يام. هو آآ رأى انه بالظروف الحالية ظروف خاصة خلاته انه معناها يطلب يطلب خطر تلب قبل يطلب انه ما نواجه لوش الدعوة. ايطار فني شفنا انه ما هيش كافية للأسباب اللي اهت ووجهنا له الدعوة. احنا كنا نجمغ هو اطلبه وانا نقول اوكي ما نعبعثه الخازري طلب الاستاجلي فاته وما تواجده اوش الدعوة. ما طلبش ما استاجلي. واهبي الخازري. لا لا لا. خازري. شو مدربي وطني المنظر الكبير صراح قال المليعبي عنده ظروف مع جماعيه وطلب بانه يبقى مع جماعيه. لا هي من قبل هذا. شو نعملوا بيه واهبي الخازري كي يبدأ في فترة ما هوش مستعدة او مش مرتاح انه يلعب في المنتخب. توق. ظروف وقت ما تذكروا انه مع سنتين كانت ظروف خائبة برشة مساعة ستتين كانت النتاج ماش ماشا وهو كان في ظروف صعبة مع مدرب جديد كانت ايضا بعض المناوشات وبالتالي في مباريات ودية قلنا نستحفظه على المليعبي ونخليه يجي للمنتخب ويكون هو في وضايا احسن احسن منه لا يجيب السيف يجيب السيف. مم. ديلان مش هذة الاشكال. لا 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 ديلان خطر جاء في مباراة رسمية كان جاءت مباراة رسمية داخيني التصفيات. ما نجم اشها. لنجم اتكون ظروفك انتي ااا عالش متكون ظروفك الا مع المنتخب يجيب ظروفك في مع ناديك مثلا وتقول النادي ما نجمش نلعب المباراة دية عالش مع المنتخب هاذا هو رأيتنا. ولو انه جماعة لو لاعبت البارح ظروفت البارح مناعب بزيتها. هذا هو. معنى هذا اللي خلينا نحنا نعامله الناس كل كن ااا ما عامله هل منعبية كل لكي فكيف كيف كيف مهما كان اسمه رغمه ما كان قيمته. يعني اتطوق الاشكالة معا خطر مليعبي وضع حاجة بها. شوف انا انا ضد انه على خطره مليعبي على خطره يعاونه نعايتوله ونسامحوه. شخصيا ضد. معناه اللي معاونهش نطردوه ونعاقبوه زادا. صحي. مش معقول. ناس كل كيف كيف. ناس كل تتعدى على نفس القوانين الداخلية للمنتخب. يبقى انه هل انه كان بالفعل عنده معناه ظروف خاصة تخليه ما يجيش. ممكن احنا هذك هذي يخلى المكتب الجامعي هو ياخد الامور يحاول ان يحقق في الموضوع اكثر. ونرجعه للسي في الملاعبي اللي هو ما كانش حتى عند حتى مرة ما اخل بالتزامات مع المنتخب وبالتالي ينجم الانسان في لحظة الماء يكون عنده هكا يغلط في تقدير ممكن انه نلقاه حل ما كانش تنجم تفضل الحكاية الداخلية في المنتخب لا لا هذي الداخلية شوف اه ممكن تغيرت الامور في المنتخب ممكن فما برش عباد ممكن اللي مونة قالوا لا انا حق ده حق من غادي لغادي كل شيء لا نحنا من غادي لغادي معناش. من غادي لغادي تعرفين وصلتنا وغادي غادي. اللي صغيري كل يزم الناس كل تسمع بي. لا لا تسمع بي مش في كل شيء لكن كل ما يخص المنتخب هو حق للجمهور المنتخب هذي ظروف صارت قلنا عليها وعلش نخبيه. علش نخبيه ونعمل في حاجة على الطاولة نحنا بالعكس. فما ممكن للناس مرت بالمنتخب حاولوا بش يستعملوا الواحدية ما ما توصلش. ما عنده وين توصل. اذا انا انت تستعمل معايا ميكيال ومعالد ثاني تعمل حاجة اخرى انو اللي حتى في عناصر في المنتخب في بعضهم ما يكونوش معناها اه سنسان مبينات معاهم ما يكونوش بالحق اه قلبه مع المنتخب وهذا احنا السياسة هذية ما استعملناش مرش استعملوها. كل ناس كل كل شيء على الطاولة. حاجة لبسيتها لي خصوصيات المنتخب هذيك بتبيعة الحال تقعد. اما الملعبي يرفض دعوة المنتخب. وخبين قولوا لا والله ما احنا بالعاني. لا لا خلينيها بالعاني. لا ما نجيش في المنتخب وماش مش يتزيل. هذي رأي. بيم الحاجات الفنية بين مقابلولة والمقابلة الثانية. اه في الوسطة الميدان تبديل بين بن محمد وفرجاني الساسي قلبتوهم. في المباراة الاولى. اه فرجاني لعب على يمين وبن محمد على يساء. هذي كان خطر احنا شوفنا انه بين محبت في مباراة ليبيا. ما تخلص في المش ما فيه الكفاية. واللعب على الجهة ليصار واساسي لعب على الجهة اليمين. بعد فان مينوت بدلناه قلنا قل لي يمشي اه فرجاني الساسي يبدأ معلي معلول ومساكني. وتحصن ادي امتالك يمشي على يساء. مو احسن ويتحصل قدامه وبن محمد نحاول انه بالتباية الخطر لانه الهوني كان على الجهة اليمين متاعنا. يولي بن محمد مع دراجر يكون مع الخاوي يكون اكثر معنا ندفع وجهة لها. سوليدا. سوليدا. نحاوله باش ان ما نخليوش الهوني يتفوق على من في الجهة اليمين على دراجر. حط في المقابلة فيني امشيتوا في الشواء هذي ذات. كمان في الشواء هذي كان ونظن انه نجحنا فيه. اه الشواء هذي يقال بالهجوم. ما عاش نسأل معك خاطر وفام برشة اشكاء فام برشة فانيين يقولوا آآ لازم سولدوه خاطر خاصطان في كاس افريقيا. يقولوا اللي الخنيسة كان لازم وعطاه عمقه هجومكي يلعبو الخازري آآ بلاستو ما يشهي ما يشغل بهجوم. شنو رأي كانت في المضاعي. ما كانت لها بونتو يمبرتين. صحيح. كفيت لحكاية ما عاش نتكلم. عاش نتكلم. مختنعين بالخازري. اذا هو تنبير. اذا تنبير حاجة اخرى. يقولوا اللي لوجو عليش الخازري. مرتكت لها بونتو. نورمال موم اتكلموش. صحيح. مرتكت لها بونتو. فتلحكي. ماش نتكلمو. اذا 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 اتكلموا على القرقى. حاجة باي. كنتي. اللي نحن. اللي كنتي. اللي كنتي. اللي كنتي بذي. بتبيعها حاجة باي. لا. لا لا نعرف. لا. باي خاطرة تلها بونتو يخلي قريب ما قامت عادل سليميك هاداك المتخب. فرحني. اذا سؤال متاعي. لا لا يفرحني بالعكس. بالعكس. انا كنبول. ما نتشرف. ماذا بيه يفوتوني. ماذا بيه هو يفوتني ويوسف يفوت. يفوت والناس كل تفوت. حقيت معاه في الموضوع هيدا. لا والله. الجملة. لا والله جملة. ما ممكن. ما جيتش الفرصة باش نحكي معها. لا بالعكس. اما لا. هو رأو الشوام بتاع الخزري. مربوط بنوعية المنافس. وبالظروف اللي المربهة. كل المنافس. اللي خنيسي ما رأو مستغنفش عليه في المنتخب. يعطينا برشة حلول اخرى. لكن الشوام بتاع الخزري كان على حسب ظروف الدفاع المنافس. وخصائص دفاع المنافس. ولي خلينا نمشيه اكثر لله. للخزري اكثر منه للخنيسي. والخنيسي كان في كل مرة مش يدخل دوزين ميتون. لو للاصابات كان مش يدخل دوزين ميتون. في الماتش ماتش ليبي كان مش يدخل. مم. معناها ما هيش مربوطة با بقيمة الملعب او انه هذا ما هوش في اه ما يسجلش ولا لا لا بالعكس مربوطة بالمنافس وبالظروف المباراة. هذي تخلينا ودفاع المنافس لزاكسيون ودفاع متاعو ثقيل مش يتقيل. هذي تدخل في الاختيارات المدربة. ودخل ايضا في الشواء اللي نعملو به. بي اه عدل سليمي مراجم كبير من الاحصن انجبة للكورات التونسية. بيش تنصح المراجمين الموجودين في المنتخب الضوار الخنيسي الشماخي. اه الخزري وحتى شواط كيف كيف. فيش الزمن يتحسنوا معنا كل واحد منه. اقول لانه كل واحد مختلفين هو ما يشابوش بعضهم. كل واحد احد. هو اه اه وقت اللي تبدأ تلعب في المباراة. صحيح انك تفكر على مستوى التكتيكي. تفكر انك تسترجع تقوم بدورك الدفاعي لكن انتي بالمقام الاول انتي مهاجم. ومطالب انك تعيش اللاكسيون بتاعك. قاعدين ينهاجموا. تحاول انك تعيش اللاكسيون وتحاول انك بلغة الكورة نتشمه نتشمه. تعرف وين تحط روحك تعرف وين تطلب بواقع الامكانية متاعك. انت شنو امكانياتك? قوي. تستعمل نقاط قوتك. ما تنجمش تستعمل نقاط ضعفك. تطلب كورة في بلاسة. انت ماكش. قوي فيها. معنى الزايد. مش تضيع في وقتك وضيع في مجهودك. هذا اللي يخلي خليك فاعل. خليك ناجع. مش لازم تظهر في مية كورة اما تظهر في ثلاثة كورة مركيز وزبونت. خليك هذا هو اللي. وبرابور الادفرسير بتبعية الحال. شو نوعية المدافعين الموجودين قدامك وشو نوعية الليزابيل تعملهم في ظهرهم. اه شفنا معكم اللاعبية جاءوا من خرجات. ونطمنا عفوهم مش برشة كما فان حمز رفيع مجهوج قبل المنتخب. عمر العيوني يايدن بالامين زي romاني يا ت Lupinelミクرون بشكل فمتخب قاعدين تحكيوو على يعني سامي خلين هذا اللاهن حصول. إشاءالله. إنشاءالله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا ديما تقول المتخب ديما نرجعلك اللي يوم ثوم ما فتوين كل. بغض النظر على عمره و على و على سنه و على و على لو ل مع"-لمكان يلعب فيه. موجودا مسقولين نحن ديما نعطيه فرصة لكأن المشكلة أنه نعطيه فرصة في المباراة الودية أكثر منا نعطيه المباراة ترسمية لأنه مطالبين بالنتاج ما هو ملاعب يخلين قاعدين تتحدث معه؟ مثلا نيام فاليري الريد الواهم تعصر سرامتوني يجب يكون في منتخب وحكيته معه وقال لي انا بدي انا ما عندي حتى فكرة سراحة متعرش بوليترونيت المقابلة الاخيرة حتى لاعب محلي ما كان في المنتخب ما فهم يشغلين لاعب البطولة وقال لي يجب ان احصن لعبية معنا حتى لاعب محلي في التشكيل الاساسية ضد منتخب مثلا ضد منتخب ليبيا ضد منتخب ليبيا؟ اي لا탁تين كنا لديهم حتى علاقة بال يمكن ان سبقى تاريخية أو ايو مرة ما نشوفوا ما عندهم حتى علاقة بمستوى البطولة مثلا ما لايجروا منتخب. المبارد التونسي أعنا مبارد التعب أصدام كي لاعب مكان الشفاعل مبارد ثانية. بعدها ما تشبه. اه. 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 اللي نعفو مشيت وها السيام بنيوس في حبيته يرجع المنتخب. ما اوش اصحية. ما مشيت ما مشيه احد احد الا. ما اوش اصحية. ما انظر ما مشيهش. مشيه التوركي ما مشيهش لسيام. ما احكيتوش معها بالكل. نا. ما حكيناش معها هذيك حاجة اخرى. اما احكي بشيناله بالضمه هو قال لا ما مسار شموش اعمره ما تصير. دونك حكيتو معها. انا شخصيا انا عندي علاقة بيه خاصة معنا بعيدة على المنتخب حتى قبل المنتخب. ام. عندي علاقة بيه عندي اتصال بيه. ومش بدنش على المنتخب بالكل. هو شوام بتاعه هو. اختارو. وعندو الوقت كان يحب يتراجع يتراجع. وكان ما حبوش تراجع ربي يوجهه خير. فسانا المنتخب مش مشيه يقف على جوار. وعف. اه كيفاش تقسيمنا دوار في المنتخب بين مدرب الاول ومدرب الثاني. فهم مش تقسيم دوار فهم مدرب اول ومدرب ثاني. ما نتشاوره في كل شيء. القرارات اللي اتخذ الكل اه فيها امضاء الاثنين. يقع يبقى دين من احترام الواحد هو مدرب اول ومدرب الثاني. باتبعة الحال. القرار الاخير يرجع المنظر لكن الى حد الان الحمد لله لحنا تقريبا القرارات اللي اخدينها الكل. مرة نسمع من عنده ومرة يسمع من عندي القرارات الكل كنا موافقناها الاثنين. كل ما هو فني بتبعة الحال. واضح. تكساها دونك عادل سليمي. هاذا دونك الجزء الاول حكنا فيها المتخبعة شوية. نحكيه على الفريق الام. النادي الفريق ان شاء الله. بعض الاخبار نمشي للموزيك وبعض الاخبار وبعض الاخبار وبعض الاجعين.